في عملية التدريب كان مناخ البحر الاصفر معقدا وقابلا للتغيير حيث ابحر تشكيل الاسطول البحري المؤلف من المدمرات نانتشان واتشندو وداتون الى المنطقة البحرية المحددة سلفا وفقا للخطة الموضوعة ونفذ تدريبا متعدد الدورات في ظل ظروف التقس المعقدة اطلقت المدمرة نانتشان النار على اهداف على شاطئ جزيرة في بحر بوهاي بعد تحديد الهدف نفذ المدفع الرئيسي للمدمرة نانتشان ضربة دقيقة في وقت لاحق شكلت المدمرة الثلاثة تشكيلا لتركيز قوتها النارية لمهاجمة الاهداف على الشاطئ في وقت واحد في الايام المتواصلة من التدريب البحري اجرت السفن الحربية الثلاث ايضا تدريبا ضمن دورات اخرى مثل اجراء الهجوم البحري في حالة مواجهة مفاجئة مع العدو والقتال البحري تحت التهديد الجوي وكذلك القيام بالهجوم الصاروخي في بيئة كهرومغناطسية معقدة والدفاع الجوي والتدريب ضد الصواريخ في هذا التدريب راكزنا على نتائج تدريب الفعلية السايا لمحاكات حالة قتال فعلية حيث راكز التدريب على استخدام الفعلية للأسلحة وتدبيقات التكتيك في الحرب وممارسة العمليات الفعلية بما عاد إلى تحسن قدرة السفن الفاردية وتشكلات على أداء المحامل القتالية المختلفة